لو أني أعرف في عطري سحراً سيحرر أو تارك لجعلت العالم أزهاراً من حب ترويقي ثارك لو يمصح وجهي منديلاً قد يحمل حتى آثارك لحزت عطوري إن لمست ما صفح يوماً إذ فارك مرحباً بكم حبيبنا يسعد وقتكم إن شاء الله تكونوا بخير وصحة كويسة رح نحكي اليوم عن الشبيهة التقليدي أو التوأم بطريقة أخرى وبسعر أقل تقريباً تسع مرات عن كريد أفينتوس اللي هو الكلاب دينويت إنتنس من أرماف ولكن رح يكون هذا الفيديو نوعاً ما مختلف عن إنه نقول شو المقارنة بيناتهم بقدر ما نقول عن مقارنة بين نفس العطرين من كلاب دينويت إنتنس ولكن اللي بحب الفخامة ويعني عطور النيش راح طبعاً للكريد أفينتوس ونوتة الأناناس بين الاثنين مفقودة بالنسبة للكلاب دينويت إنتنس من أرماف اللي يفتتح بالليمون والبرجوموت وتوتو العليق والتفاح الأخضر والأناناس يلي ما نظهر كتير فيه بالكلاب دينويت إنتنس بالوسط عنا الياسامين والورد والنوتة الجلدية وفي القاعدة الفانيليا والعمبر أو الأمبر غريس والمسك والبتشولي عطر ضخم جداً يعني ممكن يبقى على الجلد لا يقل عن 24 ساعة يعني وجماله وقت يعمل الدروب دون طبعاً سعر العطر بتراوح بين 30 دولار لل45 دولار بالنسبة للأرماف ولكريد أفينتوس مضاعف عنه 8 مرات تقريباً أو 7 مرات هلأ السبات، الفوحان، الأداء والتغيير بعطيه 9 من 10 بالنسبة لكعطر لو بدي اعتبره مستقل وبيد يروح للناس اللي ما بتشبه لكريد أفينتوس للكلاب دينويت انتنس ولكن كأداء وقوة يعني عطر بكل المواصفات والتقييم هو عطر رائع جداً هلأ هذا العطر اللي هو كلاب دينويت انتنس اليوم ما رح نقيم العطر هاي بأعطيتكم نياب المختصر شو هو العطر ولكن اليوم رح نحكي عن نفس العطر واحد منهم شغل فرنسا والتاني شغل الإمارات يا مرحبا فيكن هلأ في عنا اتنين من أرماف واحد منهم ماد ان فرنس والتاني هذا وصلني جديد ماد ان امارات هلأ بلاحظ بالكرتونة تقريباً لتنين نفس الشي كشكل مع طول التاج الفرنسي أطول شوي من تبع الإمارات اذا بتلاحظو هون والكرتونة هادي اللي وصلتني بهاي الطريقة دليل انه الانينة مفتوحة ومعملة ريسيل مرة تانية اذا بتشوفو هون عند الكرتونة انا رح اخلي هادي البلاستيك لحتى نعرف بس الفرق البلاستيك هي الجديدة اللي هي صنع الإمارات شوفو كيف هون شكل الكرتون قديش مفتوح ومسكر يعني هادي مبارح وصلتني لاني انا ما فتحتها بهالطريقة لحتى تنهري وطبعاً هادا الانر اللي جوا الكرتون اللي جوا اللي بيحمل اللي بيغطي الانينة من جوا وهون الانر العادي ما بعرف اذا باضح عليكم هيك شايفين كيف يعني الكرتونة حاسسة مهرية قبل ما استعملها وهون من تحت هادا الباتش كود وفي فرق بينهم هون وهادي تبع فرنسا من تحت يعني ما في فرق بينهم هادا هو كله نفس الشي مع نفس الشكل تبع الكرتون ولكواليتي حتى بتشوفوا هون التهشير تبع الكرتونة بنفس الطريقة المهشرة فيها هادي الكرتونة يعني الاتنين نفس الشي هلأ في عندي هون هادا الفرنسي اذا بتطلعوا شوفوا هلأ هادا الغطاء هادا الفرنسي طبعاً صلى عندي فترة طويلة هادي اه شوفوا كيف الاوتومايزر هادا السبرير كيف شكله هلا هون طلعتوا هادا شكله مع اللون الفضي تبعوا اه هلأ فيه شغلة رح اقلكن عليها اللي ما بحترمه بصراحة برماف يعني من الشغلات كمان المانة منيحة هاي هذا الشغل الاماراتي شوفوا كمان هادا الغطاء تبعه اسود الاوتومايزر تبعه اسود اذا بتشوفوا فيه يعني التاج تبعه ارماف فوق مطبوع على السبرير بنفس الطريقة من جوا وبنفس الى طقة يعني وقت تتسكر الى طقة هيك يعني هلا هون اذا بتطلعوا معي وهون حطين للاستعمال الخارجي فقط واذا بتشوفوا هون هاي الشغلة ما بحترمه بارماف يعني اذا بتشوفوا هون مكتوبة هادي كلها هون كتابة باللون الاسود بنفس لون اندينه يعني حتى نحنا هون انه معناته نحنا يعني انا كتبت بس ما بدي الناس تطلع شو شو مكتوب هون ابدا ابدا ما ممكن قراءتها تطلعوا حتى عملها فوكس هيك بطريقة قوية صعب كتير يعني قراءتها بعيدها ها هاي باللون الاسود والبولد الاسود نفس الشي بهادي شغل الامارات نفس القصة تماما مكتوبة بالاسود ومحطوطة بالاسود هلأ رح نحكي على تقليم العطر اه وهادي اذا بتشوفوا يعني هادي القديمة اه ما مهرية متل ما مهرية اه يعني تبع فرنسا مو مهرية متل اللي وصلتني جديد من الامارات اه اكيد يعني فيه اه اه غشب الموضوع اه 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 او ريفل للأنينة مرة تانية عاملينها اه حتى هون اذا بتلاحظوا اه وتشيل عفوا للازعاج بالصوت بس لانه هادي الطاولة ازاز شوفوا حتى هون الاوتومايزر اه 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 اتخين شوي والاوتومايزر هون اه اه لا مختلف اذا بتطلعوا على الاوتومايزر الاثنين مختلفين هذا هذا رفيع وهذا سميك رح نرجع هلأ اه نحكي اه نشوف اه نحكي شوي عن عن الكلاب دينويت انتنس من ارماف طبعا كرائحة واستمرارية وسبات لاثنين نفس الشي ولكن الامارات يفتتح بقوة اكتر مخرش شوي بالبداية اكتر لحد ما يعمل دروب دان هو هدا صنع الامارات وهدا صنع الفرنسا الانينة من تحت هلا انا صورت فيديو قبل هيك حطيت التنتين مع بعض بس ما بعرف اذا بالمنتاج بقدر حطهم ولكن رح ارجع عيدهم هون التنتين من الصفل تقريبا نفس الشي ولكن اذا بتلاحظوا هون مكتوب بالاسود على التنتين حتى يعني هون بصفل الانينة مكتوب بالاسود وهي الشغلة يلي التلكول ما بيحترمه كتير بارماف انه على الاقل لازم اذا انت كتبت شي لازم الناس تقدر تقرأ مو بالفونت الاسود على الانينة سودة وبالكاد انه حتى لو صورتوا انا ما قدرت انه اقرأوا هلا اذا منلاحظ كمان هون التاج تبع فرنسا اطول شوي من تاج الامارات هيك انينة يعني بس عم نحكي ولكن هن الاثنين بنفس القوة وبنفس الاداء هلا في عندي اللي جيبتم من الامارات وصلني بهالطريقة يعني الانينة انا خليتوا بالكار بالنالون حتى تشوفوه يعني الانينة وصلت هيك بهذا الشكل والاوتوميزر كان ساقت والغطى كمان بده يسقط الانينة الكرتوني اذا بتلاحظوا كأنه مستعمل صلة سنعية يعني من هون التانيات تبعيته شبه مهرية ومن بره شبه مهرية هلا ربما تكون يعني انعمالها ريفل مرة تانية بس جربت الاداء تبعه للعطر هو اداء قوي بس انا بجزم تماما انه هذا العطر مقلد يعني ومانه من الصعب انه ينجاب الزيت العطري طبعه ويتقلد بنفس الطريقة اذا عم تنبع الانينة ب30 دولار او 40 دولار اللي هو فانينة يعني لا بقس فيها كسعر من تحت حتى التنتين بنفس الكواليتي التهشير اللي على الكرتوني نفس الشي بنفس الكواليتي ولكن هاي الجديدة مهرية الكرتوني من اول ما فتحتها طبعا ما عازيت الهري تبع الكرتوني انه والله مكبوب من العطر ومهرية ولكن اللي عازيته انه ما مكبوب شي من الانينة مثل ما هي الاوتومايزر هون اذا بتشوفوا للعطر الاماراتي لونه اسود وتخين لونه اسود وتخين طبعا حتى وقت نعمل بخ مانو مانو يعني ما عم تعمل سبري بالطريقة يعني البروفيشنل بالنسبة لهاي الفرنسية الاوتومايزر تبعها فضي والبامب اللي جوه هذا انحف من الثاني هلا ما فينا نقول انه هذا نعزيه لانه تقليد او فيك بالواقع انه لو عملوا هنه يعني باتش جديد لارماف ومعروف انه الكلاب دينويت انتنس يعني نباع منه كميات كتير كبيرة ونزل منه بتشات فما فينا اعزيه انه هو تقليد ربما يعني حتى المصنعين طبعون العطر بيعرفوا انه مو دايما بتكون يعني وهاي بتواجه للمصنعين كتير انه ممكن تطلب ان تقنينة اللي بعدين ما تعد موجودة بدك تصير تصنع نفسها بس ممكن مسلا يختلف معك شكل البامب ممكن يختلف معك اللون ممكن يختلف هذا للاشياء اللي بتواجه او الصعوبات اللي بتواجه دايما المصنعين وابدي يعملوا باتش مرة تاني او عن جديد طبخة جديدة هذا بالنسبة لأرماف اليوم ما عندي شي اكتر من هيك عن أرماف ولكن عطر اقتصادي جميل فيه شغلة كمان من الامور اللي بلاحظها انه جماله للكلب دي جماله وقت يعمل دروب داون يعني ممكن ومع شوق النساء النساء كتير بتحبوا لهذا العطر ولكن لتستعملوا منه كميات كبيرة يعني اذا كنت مستعمل على سبيل المثال متعود تستعمل ثمان رشات من اكوا ديجيو استعمل من هذا اربعة وانف بكفي بدوم معك اربعة وعشرين ساعة وبس يعمل دروب داون بتلاقي كل ماله احلى واحلى نوت الجلود الاناناس البتشولي واضحين فيه بطريقة جميلة ومولف بطريقة حلوة مثل ما قلت لكم هو كلون للكريد افنتوس ولكن الكريد افنتوس بالافتتاحية تبعيته افخم واجمل مع النوت الدخانية بس بالنسبة للأرماف ما بيشكي شي الاناناس ما لاحظتوا كتير بالأرماف والعطر الاقتصادي لا بأس فيه هلأ فيه كمان من الامور التانية اللي لازم تنتبهولها انه العطور وقت تتصنع بفرنسا ويقولوا انه هاد عطر صيفي او شتوي الصيف بأوروبا ابدا ما بيشبه الصيف ببلادنا العربية فالصيف بأوروبا يعني تتراوح درجات الحرارة من 18 ل24 ولكن درجات الحرارة عنا بتتراوح حتى بال24 بأوروبا بتكون كتير حار وشوب ببلادنا عم تتراوح 45 48 الله يجيرنا فالصيف مختلف تماما فاذا انت عم ارماف يعتبر مثلا من العطور الخريفية الشتوية او الخريفية الصيفية الخريفية بالليالي الباردة فحتما ببلادنا مو هيك فبكتستعملوا رشات شوي خفيفة بستعملوا بكل الاوقات ومن العطور الجميلة هيك كان معنا الفيديو لليوم واسف للاطالة ولكن حبيت يعني نقولكن تجربتي بهذا الموضوع مع محبتي اذا حبيت الفيديو عملو له شيروا لايك واللي دخل جديد على القناة اذا حبي القناة يعمل له سبسكرايب واي فعل الجرس لحتى دايما نتواصل مع بعضنا محبتي لالكن كون بخير بأمان